الحرب في السودان تطوي عامها الأول والأزمة تراوح مكانها بين طرفي صراع يحاول كل منهما انتزاع السيطرة على البلاد أو على الأقل عدم السماح بإقصائه وخلال عام واحد أدت الحرب إلى سقوط آلاف القتلى ودفعت البلد البالغ عدد سكانه 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة فيما دمرت البنى التحتية وما يزيد على 70% من المستشفيات والمرافق الطبية في العاصمة الخرطوم خارج عن الخدمة في الوقت الذي تنتشر فيه الأوبئة والأمراض مثل الكوليرا وحم الضنك وتسببت الحرب كذلك بتشريد أكثر من ثمانية ملايين ونصف مليون شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة نسب وأرقام تتجه صعودا مع تنامي وطيرة القتال لا سيما في إقليم دارفور الاستراتيجي حيث يزداد القلق الدولي مع اشتداد وطيرة العنف هناك واحتدام المعارك بين قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في المنطقة التي دخلت فصلا جديدا من أهوال الحرب مثل النزوح الجماعي والعنف الجنسي وعمليات القتل على خلفية عرقية أما على المستوى السياسي لا يبدو الخطاب متوازنا بين الجانبين فبينما أعلن قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أن لا تفاوض في زمن الحرب يظهر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديجلو مرونة أكثر واستعدادا لبحث المبادرات التزامنا للسودانين وللعالم بالتفاوض ودعم العملية السياسية شاملة ويوضح حد لهذا الحرب التي فرضت علينا ومن البوابة الإنسانية تدخل باريس على خط الصراع بمؤتمر دولي في الذكرى السنوية الأولى للصراع والهدف المعلن محاولة إيجاد مخارج للنزاع وتقديم معونة ضخمة لهذا البلد لتجنب مزيد من الكوارث الصحية والاجتماعية والغذائية حبيب عز الدين الميادين